بسم الله الرحمن الرحيم محاذبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الخامسة خلصنا انحرافات المواد البشرة سنائي وسلاسي ناخذ مثال على التحليل السنائي والسلاسي للمواد إذا علمت أن الكمية المعارية الوحدة من المدى الخامسين 3 كيلو جرام والإنتاج الفعلي من المنتج ها 3000 واحدة وأن السعر المعاري الكيلو جرام من المدى سين 20 ريال وأن الكمية الفعالية من المدى الخام 10 تلاف كيلو جرام وأن السعر الفائلي لكيلو 17 ريال المطلوب حساب الانحراف الإجمالي للمادة الخامسين وتحليله ثنائي وثلاثي حل المثال واحد هنلقص البيانات نشوف البيانات الفائلية وقسطها هنا البيانات المعيرية نلقصها من المعطيات كان عندي الكمية الفائلية 10 تلاف كيلو جرام دي معطا والسعر الفائلي 17 ريال برضو موطا نشوف البيانات المعيارية الكمية المعيرية دي مكادش موطا لها معادلة بتساوي كمية المعيرية لوحدة في الانتاج الفائلي كان 3 تلاف 9 تلاف كيلو جرام السعر المعياري كان موطا بـ 20 يبقى عشان أحل أي تمرين على انحرافات المواد المشرح محتاج أربع أرقام الكمية الفائلية وقسطها هنا الكمية المعيرية السعر الفائلي والسعر المعياري بالأربع أرقام أقدر أطبق في القوانين بتاعة المواد هنبدأ التحليل السنائي قد الانحراف الإجمالي اللي هو تكلفة فائلية للمواد ناقص تكلفة معيارية ونكبره كمية فائلية في سعر فائلية ناقص كمية معيارية في سعر معياري ونعوض تعويض مباشر عشر تلاف في سبعة عشر ناقص تسعة تلاف في عشرين يبقى مية وسبعين ألف ناقص مية وثمين ألف تطلع الانحراف الإجمالي عشر تلاف بالسالب بالسالب يعني في صالح المنشأة لأن كده يبقى يعني ايه وفرنا تكاليف للمنشأة يبقى يستلم عن ايه توفير تكاليف للمنشأة يبقى دا في صالح المنشأة ناقص تغفر لها تكاليف ويحلل هذا الانحراف السنائي إلى انحراف كمية قانونه يساوي ايه سعر معياري في تحقص فرق الكميات من بع كمية فائلية ناقص كمية معيارية يبقى عشرين في تحقص عشر تلاف ناقص تسعة تلاف من صفية تطلع عشرين ألف موجب موجب يعني في غير صالح المنشأة ليه في غير صالح لأن كده يبقى التكاليف الفائلية أكتر من المعيار اللي كنا خطينه طب انحراف سعر بيساوي الكمية الفائلية عشان هنا في السنائي يبقى فائلية عشان هنا في السنائي بتحليل سنائي افتح قص سعر فائل ناقص سعر مياري يبقى عشر تلاف افتح قص سبعتاشر ناقص عشرين يبقى تلاتين ألف ايه بالسالب اتأكد ان حل صح انحرافين دول في السنائي ازاي لو جمعنا الاتنين دول يديك الانحراف الإجمالي اجمع كده الاتنين دول مع بعض طبعا لما ديك تجمع رقم موجب ورقم سالب شرطين مختلفين يبقى نطرح وناخد الشرط الايه الكبير الكبير هنا سالبا لموجب سالب التلاتين ألف اكبر ما شين ألف يبقى الفارم بين التلاتين ألف و الانتشين ألف عشر تلاف وياخد اشارة اليه السالب يبقى ده ايه الانحراف الاجمالي فعلا روحنا على انحراف الاجمالي كنا حاسبينه في الشريحة القبل كده بعشر تلاف ريال سالب طب التحليل الثلاثي نفس القانون ما بيتغيرش انحراف الاجمالي هو نفسه العشر تلاف بالسالب اما نيجي نحلله ثلاثي يبقى ثلاث حاجات انحراف الكمية طلع عشرين الف موجب بعد ما عوضنا في القانون انحراف سعر صافي هو نفس القانون بتاع انحراف السعر في السناي بس بدل كمية فعلية حاطانا كمية ايه معيارية يبقى التطبيق هيختلف يبقى المعيارية كتسعة تلاف تحقص سبعتاشر ناقص عشرين صافيها تطلع سبعة وشرين الف بالسالب انحراف مختلط او مشترك اللي هو فرق الكميات وفرق الاسعار نيجي نعوض يطلع تلات تلاف طب انا كده خلصت ادي واحد اتنين تلاتة ادي التحليل السلاسي اتأكد حل صحة والغلط ازاي اجمع التلاتة مع بعض مجموعة تلاتة لماذا اجمع اجمع ازاي عند عشرين الف موجب وسبعة وشرين الف سالب وثلاث تلاف سالب اجمعهم كده مع بعض طبعا السوالب تتجمع مع بعضها سبعة وشرين الف سالب وثلاث تلاف سالب مجموحهم طالما الاشارات المتحدة يبقى نجمع يبقى تلاتين بالسالب 30 ألف بالسالب و20 ألف مجب يتبقى لعشر تلاف بالسالب نفس الانحراف الإجمالي يبقى الحل كده صح